بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض الجزء الثاني من هذا الشبتر كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة أو في الفيديو السابق عن وقلنا أنه هي عبارة عن آلية لتقسيم بشكل افتراضي بحيث أنه أكثر من المستخدم يكون مشتركين أو يقدر يستخدموا هاي الريسورس في نفس الوقت طيب تكلمنا عن أنه في عنا كي كومبوننس في الفيرشوليزيشين تكنولوجيز هايبرفايزر الهايبرفايزر اللي هو عبارة عن السوفتوير أو الطول اللي ممكن نستخدمها استخدم تكريايت ران منيج اند منيجور لفيرش والماشين السوفتوير اللي بسمح أنك أنت تعمل كريايت وران ومنيج للأجزاء هذه اللي أنت أنشأتها بشكل افتراضي اللي احنا بنسميها فيرش والماشينز وتكلمنا عن الهايبرفايزر أنواعه وقلنا أنه في عنا طيب واحد وطيب اثنين وتكلمنا عن الفيرش والماشين والآن في هذه المحاضرة راح نكمل نتكلم عن الكونتينرز وقلنا احنا في المحاضرة السابقة أنه الكونتينرز في بعض التكست بيعتبروها كجزء من الفيرش واليزيشن وفي بعض تكست بيعتبروها لا مش كجزء من الفيرش واليزيشن ولكن احنا بحسنا نتكلم عنها لأنها فيها صفات بتشبه الفيرش والماشين أو الفيرش واليزيشن تمام يعني الوصول ماشين بيسمح لك تعمل الوصول ماشين على أي هاردوير احنا قلنا انه بورتابل يعني بورتابل يعني متنقل ممكن تاخد انت الوصول ماشين النسخة اللي انت عملتها هذه وتعملها رن على هاردوير تاني تمام طبعا لازم يكون الهايبرفايزر موجود طبعا اكيد بينما الكونتينرز او الدكر الدكر عبارة عن السوفتوير اللي بيصنع الكونتينرز او التول اللي بتصنع الكونتينرز زي ما احنا قلنا انه الهايبرفايزر عبارة عن سوفتوير بيسمح بانشاء الوصول ماشين الدكر الدكر عبارة عن التول او السوفتوير اللي بيسمح بانشاء او اللي بيانشاء الكونتينرز طيب بينما هو الدكر لتس يو رن أبليكيشن عن اني اوبراتينج سيستم يعني انت بتاخد هاي الكونتينر هذا الكونتينر بتاخده ممكن تشغله على اي اوبراتينج سيستم وراح نشوف احنا رح نشوف كيف ممكن هذا الاشي يصير ه دوكار ايز يوز تو كريايت ان مايش كونتينرز تماما بنحنا كنا نتكلم عن احنا كنا نتكلم عن الهايبر فيزر قلنا الهايبر فيزر الهايبر فيزر الهايبر فيزر عبارة عن تول أو سوفتوير الـ output منه اللي هو الـ virtual machine بعمل لك أكتر من نسخة من الـ virtual machine virtual machine تقدر أنت تنزل تعمل أكتر من نسخة من الـ virtual machine وتعمل عليها تنزل عليها الـ operating system اللي بدك هي وتعمل عليها الـ software اللي بدك هي كأنه جهاز كمبيوتر عادي بينما لما نكلم عن الـ containers الآن الـ containers هو أبارة عن اللي هو الـ docker الـ docker هو أبارة عن الـ software أو الـ tool اللي من خلالها بنقدر نستخدم الـ containers نعم الحاجة اسمها container رح نشوف إيش هي الـ container وإيش الفرق بينها وبين الـ virtual machine تمام Docker is used to create and manage containers which are إيش الـ containers هادي على أي operating system بدك بيها إذا أنت عندك container إذا أنت عندك container هذا الـ container طبعا الـ container إيش بيشمل عبارة عن زي بيئة عشان تعمل run للـ application تبعك طبعا ليش هو مش ويندوز ولا operating system ولا شيء زي الـ virtual machine لا هو برعا شغلة شغلة أنك أنت تحط فيها الـ application تبعك اللي أنت تعمل ران مثلا أنت عملت application هذا الـ application شغال على أنت كان عندك مثلا Mac operating system وعملت application ويب سيرفر أو عملت ويب سيرفر مثلا واستخدمت فيه الـ Python واستخدمت فيه الـ Apache ويب سيرفر واستخدمت فيه التولز هادي طبعا أنت كنت منزلها على جهازك عندك على جهازك الـ computer هذا عادي تستخدمها عادي الـ container إيش برعا إيش بقول لك إذا أنت بدك تستخدم إذا أنت بدك تعمل run للـ application تبعك هذا الـ web server أو الـ website تبعك هذا اللي أنت عملته على جهازك عملت development على جهازك أو deployment على جهازك بكتعمله run على جهاز تاني على Windows مثلا أو hardware مختلف وبيئة مختلفة إيش الطريقة أو الحال أو الـ container إيش بتسوي لك نقول لك حط لك حط هذا الـ application في container أو حول هذا الـ application هذا حبل هذا الـ application لا هي مش حول عشان كون ضقيقين حط هذا الـ application خط هذا الـ application في container حاجة اسمها container والـ container هذا ممكن يشتغل على أي operating system على أي جهاز غير الماك مثلا يعني في لونوكس في وندوز في أي operating system تاني أو hardware تاني هذا الـ container ممكن يشتغل على أي جهاز تاني بدون أي مشاكل ما فيش داعي أنك أنت تنزل الـ software اللي كنت منزلها على جهازك العادي تمام فهذا عبارة عن deal with applications بس بينما الـ hypervisor deal with الـ virtual machine بنشألك بنشألك إيش بنشألك كمبيوتر كأنه بنشألك كمبيوتر virtual machine تمام بيقول لك isolated environment هذي بحط لك الـ container عبارة عن isolated environment بيئة منغلقة أو بيئة isolated معزولة بيئة معزولة فيها كل المتطلبات اللي بديوا إياها البرنامج تبعك أو بديوا التطبيق تبعك بحيث أنت تقدر تنزله تقدر تشغله على الـ windows تقدر تشغله على الـ linux تقدر تشغله على الماك تقدر تشغله على أي operating system IBM devices مثلا تقدر تشغله على أي devices على أي software بدكية بدون ما أنت تغلب حالك في أنك تنزل software وتنزل الأشياء التي تنزلها على جهازك original عندما أنت عمل الـ application لهذا الـ application No matter where they are deployed طبعا زي ما قلنا نحن الـ virtual machine أنت الـ virtual machine بتكون نفس الفكرة بس بتعمل عبارة عن جهاز كمبيوتر عادي عليه ويندوز وعلي operating system وعلي software وعلي كل أشياء موجودة في virtual machine ونحن قلنا أنه هذا ممكن تشغله على جهاز واحد جهاز اثنين جهاز ثلاثة أكثر من جهاز ممكن تشغله على هذا الجهاز ممكن هو نفسه تشغله على جهاز ثاني بس طبعا انه given that انه الhypervisor موجود على الجهاز اللي انت تشغله عليه هذا نفس الفكرة الكنتينر هذا لما تحط التطبيق تبعك في كنتينر كنتينر هذا ممكن تشغله على أي جهاز ثاني مختلف بيئة مختلفة بأشياء ب environment أو operating system مختلف ولكن لازم يكون دكر هذا التول نازل عندك على الجهاز اللي انت تشغله عليه تمام دكر containers have their own file system dependency structures processes and network capabilities the application has everything it requires inside the container الاب اللي انت بتشغله او انت بتعمله تحول لك container او تحول لك container image في كل شي require كل شي بتطلب هذا application كل شي من ناحية software tools اذا كنت مبرمج موقع تبعك باستخدام python مثلا python interpreter python python تنزله على الجهاز فانت بدلا ما تنزل الجهاز python interpreter على جهاز ثاني هو موجود في container مفيش داعي انك تنزل ولا اي software هي عبارة عن container مثل b يعني انه تحتوي كل الملف و requirements و كل library اللي بحتاجها البرنامج تبعك بحيث بحيث انت مش تنزل البرنامج البرنامج لكي تشغل برنامج او تشغل التطبيق او بحيث بحيث البرنامج البرنامج التطبيق مفيش مفيش كما قلنا المحاضرة اللي فاتت اول اللي قبل هنقول البرنامج البرنامج قلنا الوزر انترفيس اللي هو بتعامل مع الوزر سواء بالكماند لاين او سواء بالجرافك الوزر انترفيس الكانل اللي هو بتواصل مع الرسورسز مع الهاردوير بتواصل مع الهاردوير فانت لما تحط الكنتينر لما تحط الكنتينر نزده او تعمله امبورت طبعا انت احنا قلنا افترض ان يكون الدوكر موجود عندك على الجهاز فانت لو تنزل الكنتينر الكنتينر بتعامل مع الكانل المباشرة عشان يقدر يتعامل مع الهاردوير طيب الان خلينا نشوف الفرق ما بين الكنتينر والفرشل ماشينز لو انت لو تشوف في الرسمة هاي مثلا عندك الانفرساكش الهاردوير هايها تمام في الفرشل ماشين احنا اش كنا نقول كنا نقول في هايبارفايزر طبعا هذا على اعتبار انه تايب ون نقولنا تايب ون بكون في هايبارفايزر على طول مباشرة على الانفرساكشر على الهاردوير في التيب تو يكون في عنا اللي هو الهوست اوبراتنج سيستم بعدين هايبارفايزر التيب تو يكون عنا الهوست اوبراتنج سيستم بعدين الهايبارفايزر وعليه اللي هو الفرشل ماشين هذي الفرشل ماشين واحد هذي الفرشل ماشين اثنين هذا التيب تو التيب واحد في عنا الهايبارفايزر يكون نازل على طول او دايريكت اكسيز هو الفيزيكال سيرفر او الفيزيكال الهاردوير يعني طيب الان احنا عنا في هذي الفرشل ماشين في عنا اللي هو الانفرساكشر تمام الهايبارفايزر بعدين في عنا الفرشل ماشين واحد اثنين ثلاثة بينما الكونتينرز عبارة عن ايش كونتينرز كونتينرز عبارة عن عند الانفرساكشر والوبروتين سيستم العادي بعدين كونتينرز انجين كونتينر انجين اللي هو زي الدوكر مثلا اللي بيصنع الكونتينرز هذا مثلا كونتينر واحد هذا كونتينر اثنين هذا كونتينر اثنين هذا الكونتينر ثلاتة وهكذا هو هذي عبارة عن ابليكيشن مش operator system هذي مش operator system بباعها عن application ابليكيشن يعني موجود ممكن تعملو هذا الابليكيشن ممكن هذا نفسه الابليكيشن العادي يمكن أن تقوم بتقريباً أو تقوم بتقريباً على جهاز ثاني أو تقوم بتقريباً على جهاز ثاني وتشغله عادي بس لازم يكون فيه على الكنتينر تبعه تمام؟ التي تريدها جاعة أخرى منها يقوم بس لحظة تطبيقاً لإمكانها على مستخدمات الأكثر من قد نحن لم يكن نحن لا يعيش أن تقوم بتقونديقه دائم ولكننا إحدى تطبيق لنحن نتحدثه وكذلك تطبيق نعمل على أكثر من برنامج نحن نقول تطبيق ليس إنه تطبيق صغير ممكن يكون تطبيق صغير أو تطبيق كبير ولكن هو عبره عن سيستم كامل هذا السيستم ممكن يكون على كونتينر مثلا كونتينر واحد هذا السيستم بنشغله على الوبراتينج سيستم هذا بنشغله على هذا الجهاز الأول فهنا جهاز ثاني بنشغل هذا التطبيق عليه احنا مش محتاجين طبعا مش محتاجين انه احنا ننزل السوفتوير وننزل الشغلات اللي محتاجها هذا الابليكيشن على التطبيق لا لانه كل اشي موجود في الكنتينر هذا نفسه هاي الفكرة كونتينرز ران انايزولييتد بروسيسز اون دهوست اوبراتينج سيستم بط شيرد اوبراتينج سيستم كرنل بروفايدينج لفايدينج لفايدينج سيناريو هذا بقول لك انه احنا نستخدم الابراتينج سيستم كرنل الجزء الكرنل من الابراتينج سيستم ليش بيستخدم عشان يقدر يتعامل مع الهاردوير مش محتاج هاست اوبراتينج سيستم مش محتاج كمان سوري كونتينرز ران انايزولييتد بروسيسز اون هاست اوبراتينج سيستم بيعمل عمليات منعزل او منفصلة عن الابراتينج سيستم لانه احنا 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 ان هذا كل البرامج اللي بدي اياها او كل الفايلز والملفات اللي بدي اياها موجودة في الكنتينر هذا فاحنا مش محتاجين فايلز زيادة او فايلز اخرى من الابراتينج سيستم تمام خلا نشوف هاي السلايد لانه هيا هادي التكملة لالفكرة هاي الصراحة فالان كمثال يعني كمثال على الكنتينرز قبر موجودة انك كتابة احنا 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 انكم بحايلة احنا الابراتينج بخصص او سيرفل احنا احنا وابراتينج بخصص احنا احنا كتابة لدينا أجهزة على أكثر من جهاز إذا لم يكن لدينا دكر وليس لدينا دكر وليس لعمل كونتينر فكرة كونتينر ما نفعله؟ ما هو المفروض الذي نفعله؟ يجب عليك أن تأكد أن كل كمبيوتر لديه بيثون مثلا لدينا الكمبيوترات يجب أن نتأكد أن الكمبيوتر الذي تشغله عليه الكمبيوتر الذي تشغله عليه كمبيوتر A نازل عليه بيثون ومعك كل الكمبيوتر التي تحتاجها لتشغيل البرنامج وكل الكمبيوتر التي تعددها لتبعات البرنامج هذا البرنامج يمكن أن تكون مستخدمة الوقت وإضافة برون حتى تأخذ وقت مثلا تنسلو على أكثر من سيرفر هذا البرنامج أو الويب أبليكيشن تنسلو على أكثر من جهاز مثلا لأمجزة المتحدة أجل أن تزود المتحدة لتحديث المتحدة يجب أن ننزل الكمبيوتر أو السيرفر هذا البرنامج يكون نازل على أكثر من جهاز حيث إذا أحد الأجهزة صار له فعل الأجهزة الأخرى تشتغل فإنك تحتاج أن تنزل المتحدة على هذا الجهاز وهذا الجهاز وهذا الجهاز فإنك بدون كونتينرز بدون كونتينرز ماذا تفعل؟ ستنزل الفايلز ستنزل البايثون هنا بايثون يجب أن يكون نازل على كل الأجهزة وتنزل المتحدة التي استخدمتها في برنامجك وتنزل وتأكد أن كل الأجهزة تحتاج هذه المتحدة تحتاج المتحدة فهذا الموضوع ممكن يأخذ وقت ممكن يكون هناك خطأ ممكن يكون هناك مشكلة في تنزيل هذا السيطب على فرض أنه طبعا إيش؟ على فرض أنه هذا مسلا السيستم أو هذا السيرفر عبارة عن ويندوز وهذا عبارة عن لينوكس وهذا عبارة عن ماك أو أوبونت أو إنتبارونت أخرى فهذا سيأخذ وقت بينما تستخدم إزال المتحدة هل فم như المختلف؟ هذهaaS المختلفة في دكت plac bord هذه إ Command hè ثانيا لينك هناك طريقة Def 붙 BJ 잘 وهذا type الذي يمكن أن تتكثير أنّه في هذه المختلفة في هذا الكنتينر فيه كل الملفات وكل الأشياء اللي محتاجها برنامجك محتاجها التطبيق طبعك ومحتاجها برنامجك هذا عشان عشان يشتغل بشكل صحيح تمام؟ This image is like a recipe for your application and can be used to create containers هذه الامج من نعم الامج container image هذه الامج بعدين لما بعد ما نعمل الامج هذه تحول إلى container أول حاجة بكون container image بعدين بتسير برا عن container You can run this container on any machine with docker installed لازم يكون الدكر موجود and your application will work exactly the same without having to install anything else manually مش لازم ان احنا ننزل اي شيء تاني على الاجهزة اللي بدنا نعملها على الكنتينر اللي بدنا نشغل عليها الكنتينر فالفكرة انه هي زي فكرة virtual machine ولكن احنا بناخد الابليكيشن هذا الابليكيشن نحنا بدنا اياه ونحطه في كونتينر نحطه في كونتينر ايش معانا تحطه في كونتينر؟ معانا انه احنا ننشئ الكنتينر image تمام؟ وهي كونتينر image بكون فيها كل الملفات وكل الأشياء الخاصة بتشغيل الجهاز تبعنا بتشغيل الابليكيشن تبعنا وبعدين بنقدر ننشئ اللي هو الكنتينر وهي كونتينر بصير قابل انه يشتغل على اي أو على اي operating system بدون من ننزل اي ملفات اخرى عشان يشتغل بشكل صحيح طيب سنشوف هادي ممكن احنا كمان هادي اللي هو هاي الفكرة انه ها نشوف هاي تسلسل لهذا السلايد ها نتكلم عن هذه الصورة في الأول ها هذا الفكرة في الأول بعدين بنشوف ايش اسمه الآن هادي اللي قلنا احنا الابليكيشن بتحوله ل او تنشئ منه اللي هو الكنتينر اميج بتنشئ منه الاميج والاميج بعدين بتتحول ل كنتينر صح؟ طيب هاي ايش الفكرة الفكرة احنا عنا تطبيق ليننا تطبيق ليننا تطبيق معين application معين اول خطوة الاميجين هانا بدنا نحوله او بدنا نعمل نبني الكنتينر اميج تحتوى كيف يكون الكنتينر اميج الكنتينر اميج عبارة عن قال انه عبارة عن المعلومات او الملفات الموجودة ابني هذا الـ Application هذا يحتاجها نقول لـ Image هذه أنه يحتاج هذه الـ Application يحتاج هذه الـ Library يحتاج هذا الـ Python هذه الـ version من الـ Python وهذه الشغلات وـ Configuration يحتاج هذه الـ Configuration يحتاجها نبني إحنا الـ Image هذه طبعاً هذه الـ Image نعملها Build باستخدام حاجة اسمها الـ Docker نقولنا، مش قلنا إحنا أنه الـ Docker الـ Tools أو الـ Software اللي يصنع لي الـ Container طيب عشان الـ Docker يصنع الـ Container زي ما هي زي ما هو الـ Hypervisor زي ما هو الـ Hypervisor بيصنع Create الـ Virtual Machine الـ Docker بيصنع الـ Container طيب الـ Docker كيف يصنع الـ Docker باستخدام عدة خطوات أو عدة يعني فيه بروسس بعملها عشان يطلع بالنتيجة النهائية اللي هي الـ Docker الـ Container أول حاجة بيستخدم حاجة اسمها Docker File Docker File عبارة عن أنه أنا بقول له لما أنا أنشئ الـ Image لما أمشي الـ Docker الـ Container إمج تبعتي لما أنشئ الـ Container إمج تبعتي بقول له في الفايل هذا أنا في الـ Application هذا بحتاج الـ Python كذا كذا في الـ Application هذا أنا بحتاج الـ Libraries كذا كذا في الـ Application هذا أنا بحتاج الـ Configuration معينة هذه يعمل لي رن لهذا الـ Commenter وهذه الشغلات يعني زي كأنه بعمل له عشان أقول له أنه أنا إيش بحتاج لهذا الـ Application طبعا بقول له أنه هذا التطبيق تبعي الكود هذا تبعي مثلا الكود هذا تبعي بتحط لي إياه في المجلد اللي اسمه كذا كذا في الـ Container هذا بعدين بعمله Build باستخدام الدكر تتحول لـ Image تحول لـ Container Image Container Image هذي Container Image Container Image هذي بعملها أو ممكن تتخزن Container Image هذي تتخزن في حاجة اسمها Docker Repository زي مخزن كأنه اسمه Docker Repository فإن أكتر من Docker Repository موجود في حاجة اسمها Docker Hub في حاجة اسمها Amazon ECR هذي طبعا نجب أن تكتملها على Cloud بتخزن الـ Image في مكان ما أعتبر Docker Repository كذلك إنه مكان لتصغين لتخزين الـ Container Image هذي تمام لما أحتاجها بعدين مثلا أنا بدي أحتاجها بعدين ممكن أعملها Pull أصحبها من هذا المخزن وبعدين بستخدمها إذا ما بدي أخزنها أنا إذا ما بدي أخزنها ممكن هذا الـ Docker يصنع لي Container Image بعدين يعمل Run يعمل Run لهذه الـ Comments أو هذه الـ Application هذه اللي أنا عملتها الـ Comments أو الـ Instruction اللي أنا عملتها بعملها Run تتحول ل حاجة اسمها Container تتحول لحاجة اسمها Container وهذا الـ Container بصير ممكن أنا أستخدمه على أي Operating System بدي أو على أي جهاز بدي أخزنها أو على أي جهاز بدي أخزنها تمام؟ يعني هي عبارة عن إنه إحنا عنا كأنه زي في في Docker أو قبل ما أعمل قبل ما أصنع الـ Container هذا قبل ما أعمل الـ Container هذا بأطلب من الـ Docker اللي هو السوفتوير هذا إنه أنا بدي أنزل برنامج كذا بدي أنزل Configuration كذا في برنامجي هذا في تطبيقي هذا أنا بحتاج Library كذا كذا في Instruction أنا بعملها Configuration أنا بحتاج هذه Configuration تمام؟ بحتاجها مثلا هذا النسخة هذه النسخة من الـ Python وهذه النسخة من نوع الـ Compiler وهكذا بعمل هذه كـ Instruction تمام؟ هذه بعدين بتروح على الدكر الدكر بعمل أنا build لهذا الـ Application في الـ Process هذي بعملها كأنه بعمل build للـ Docker File بتروح على الدكر Application الدكر software الدكر software لما أعمل أنا لما أعمل كأني بأصنع الدكر أو الـ Container بصنع الـ Container تحول لـ Container هو بنزل الأشياء المطلوبة وبعمل أشياء المطلوبة بخطها في Container بقول لك هاي الـ Result تبعتك هي عبارة عن الـ Container هذا تمام؟ طبعا الدكر نفسه ما يعمل؟ ممكن يخزن هذه الـ Image في مخزن عنده أو Repository بعدين أنت بتستعيدها مرة ثانية باستخدام هجل تسمعها Pull تمام؟ طيب فهيك بقول لك أنه أهم شيء في موضوع الـ Container أو Container Orchestration اللي هو تنسيق اللي هو إدارة الـ Containers في عنا حاجة اللي هي اسمها زيما قلنا مهمت حاجة اللي هو ورنت و الرنن و اللائبراز و حاجة التجارات وإن تعمل كنت نفسه وكنت نفسه تضع المطلوبة المطلوبة كنت يتبع المطلوبة الذي تعمل تبع التعالي مثلا و تعمل المطلوبة ما هي البيئة التي تريد أن تعمل مجموعة عليها مثلاً في المثال لما عملنا البايثون قلنا أننا عشان نعمل Run أو Execute للبيثون بروغرام بدنا هو البيثون interpreter الكمبيلر تبع البايثون أو نسميه interpreter في حالة البايثون وهو مثل الكمبيلر نعمل Execute نعمل Run لهذا البرنامج فنحن نحتاجين البايثون مثلاً بيئة البايثون أو السوفتوير البايثون عشان نقدر نعمل Run للآبليكيشن برضو مرات أنا بحتاج للايبرائيز في هذا التطبيق بس تدعي لايبرائيز موجودة في البايثون مفروض أن يكون موجودة هان ونحتاج لبعض الكونفجرائيشن لهذا التطبيق كل هاي الأشياء أو هاي الأمور تخزن في حاجة اسمها Container Container Image الـDocker provides tools for image creation باستخدام الـDocker File نعمل Create the image باستخدام الـDocker File والـ Container Management باستخدام Docker CLI يعني كأنه اللي هو بعمل management للـ Container يعني إنه فيه إنترفيس عندي في البرنامج زي الـ Virtual Machine لما عمل Create the Virtual Machine أو مثلا الـ Virtual Box إذا أنتم استخدمته لما نفتح الـ Virtual Box بكون عندك الـ Virtual Machine موجودة عندك في الـ Software وإنت بتغير أعدادات وتعمل منج إلها زي ما بدك هذا نفس الشيء هي حاجة اسمها Container Management باستخدام حاجة اسمها Docker CLI Docker Command Line Interface and Networking دكر Network لأنه في بعض الـ Containers أو بعض الـ Application محتاجة إنه تكون موصلة بالإنترنت أو محتاجة إنه معلومات موصلة بالإنترنت فلازم يكون فيه عندنا Network ما بين هاي Containers أو ما بين Container والـ Hardware أو الـ Interface الـ Network Interface اللي موجودة في الـ Hardware باستخدم حاجة اسمها Union FS to Minimize Image Size عشان ننزل نقلل حجم الـ Image باستخدم اللي هو Layered File System Union FS طيب خلينا أخذ مثال على فيه مثال أعتقد مثال طيب المثال موجود في الـ Use Case إذا رح نتكلم عنه الـ Containers Benefit طبعا زي ما شوفنا ممكن إحنا نستنتج يعني إنه كتير فوائد الـ Containers مثلا مثلا إحنا مرات بنعمل Virtual Machine عشان في عندنا Application محتاج لـ Operating System معين محتاج لـ Software معين مش موجود عندنا على الجهاز فإحنا بنعمل Virtual Machine وننزل الـ Operating System اللي compatible with the application فالـ Containers إنت مش محتاج تنزل الـ Operating System عشان خاطر تعمل Application معين إنت الـ Application تبعك هذا حطه في Container وهذا الـ Container ممكن ينزل على أي أو ممكن يشتغل على أي Operating System فمش محتاج أنك أنت تنزل Operating System وتأخذ مساحة كبيرة وتأخذ مساحة أكبر عشان تنزل البرنامج تبعك أو تعمل Run للـ Application تبعك فبالتالي هو رح يكون Light Wait and Fast Containers use fewer resources than Virtual Machine and Start almost instantly يعني بشكل سريع بعمل لك Start لأنه مش محتاج تعمل Run للـ Startup للـ Operating System بعدين تعمل Run للـ Application داخل الـ Operating System Consistent Environment ensures applications run the same way in development testing and production Consistent Operating System Environment إحنا لما نقول مثلا Consistent معناته أنه يعمل بنفس النسق وبنفس الطريقة في أكتر من بيئة هذه معنات ما نقول Consistent Consistent يعني أنه نفس الشيء في كل الـ Environment في كل الـ Operating System في كل البيئات لأنه لأنه نحن بعتمد أصلا هو الـ Run والـ Execute والـ Execute ونـ Run من هذه تعمل لا يستخدم على الـ Operating System It has its own files and it has its own dependences عندهم موجودة كل الـ Files الموجودة اللي بدي إيها ومحتاجها موجودة في هذا الـ Containers مش محتاج أي support أو أي شيء من الـ Operating System أو يا ملفات من الـ Operating System عشان يعمل Run بشكل صحيح Scalability and Flexibility Easily Scale Up or Down Based On Demand and Quickly Deploy Updates ممكن نعمل ممكن نعمل Copy لهاي Container ونعمل نسخة منه في أكتر من مكان نسخ في أكتر من مكان فبالتالي إنه Easily to Scale Up وممكن برضو نحلي في هذا النسخ Easily Scale Down and Flexibility وبالتالي يكون لدينا مرونة في تطبيق هذا البرنامج طيب الآن What's the use cases اللي ممكن نستخدمها في Containers هذا طبعا في كثير حالات ممكن نستخدم Containers Microservices Architecture Microservices Architecture هي عبارة عن Breaking applications into Small Independently Deployable Services يعني مثلا إنت تطبيق طبعك أو الـ Application مثلا E-Commerce إذا تكلمنا عن E-Commerce System التجارة الإلكترونية إنت مش لازم تعمل كل الكود وكل services في نفس الملف وفي نفس البرنامج نفس التطبيق مش لازم تعملهم كلهم في نفس الملف ممكن أنت تقسم مثلا أنا في عندي Product Delivery Service في برنامج معزول أو سيرفيس معزولة عن السيرفيس الأخرى مثلا في عندنا هو Customer Service أنا مثلا Customer Service موجودة في لحالها في isolated from the other services يعني منعزلة عن السيرفيس الأخرى لماذا السيرفيس هذه ميكرو السيرفيس أول حاجة سيرفيس بزود السيرفيس بعلى السيرفيس لأن إذا صار عندك تأتي على أي سيرفيس أو أي سيستيم من أي جهة خارجية ممكن تأذى السيرفيس أو تأذى الجزء من البرنامج الخاص مثلا بال customer service مثلا تأذى كل البرنامج من ناحية easy to manage أنت عندك مشكلة في البرنامج بدل ما أنت تشوف تعمل منتين لكل السوفتوير تعمل منتين للجزء المعين الذي فيه المشكلة هذه الميكرو سيرفيس الميكرو سيرفيس هذه تسهل عملية إدارة تسهل عملية إدارة الابليكيشن كمان إذا عندك تيم وتشتغل مع بعض على برنامج معين زي ما حكنا في النقطة الثانية هذه اللي هو DevOps and CI أو CD اللي هي Continuous Integration Continuous Development إذا فيه تيم عندك فبشتغل مع بعض على برنامج معين أو على سيستم معين فبتلاقي أنه من السهل أنك تتقسم هذه ل مايكرو سيرفيس أنه فيه تيم مسؤول عن كسمر سيرفيس فيه تيم مسؤول مسؤول عن سيرفيس فيه تيم مسؤول على سيرفيس وهكذا تمام؟ طبعا هم كلهم مرتبطين مع بعض طريقة معينة ولكن لما بدأت تعمل 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 أو تعمل لأي سيرفيس هادي ممكن تعملها بشكل منعزل وتعمل تست لها بشكل منعزل تعطي تعطي مثلا أنك أنت تعطي data من عندك عشان تبين أنه هل هذه السيرفيس شغال صح ولا لا فبالتالي أنك تقدر تتحكم فيه السيرفيس مثلا تنشئ سيستم مثلا image processing مثلا ما هذا السيستم أنك لديك موقع يطلب من اليوزر أنه يعمل تعمل للمشاهدة معين تمام وهذه اليميج اليوزر يحسن عليها هذه أو يحول اليميج لتكس مثلا يتحول اليميج إلى story أو لتكس أو يعمل processing على هذه اليميج طبعا أنت باي ديفولت لازم تقسم هذا الابليكيشن لأكثر من جهة لأكثر من سيرفيس يعني الناس سيكون شغالين على الوب انترفيس هذه الوب انترفيس هم المسؤولين من استقبل الصورة مثلا الآن إنت لو تعمل هذه تبعث هذه الصورة على سيرفيس ثانية السيرفيس هذه مثلا لها علاقة به أنا بدأ أحول هذه الصورة لتكست مثلا دحول هذه الصورة لتكست الآن تحول هذه الصورة لتكست مثلا في option تاني بدأ حول هذه الصورة مثلا لفيديو مثلا أو عملها بطريقة أخرى الآن انت ممكن في نفس الوقت مش لازم انك انت تحط السيرفيس هذي كلها في نفس السيستم أو في نفس الكود وتصير انت عشان بدك تحول هذه لازم تستنى انه مثلا تشوف تعمل هذه في الأول بعدين تعمل هذه في الأول أو مثلا انه تعمل هذا الجزء بعدين تعمل هذا الجزء ممكن انت تشتغل على هذا الجزء وتعمل تست لهذه حتى لو يوزر هذا أو الويب سيرفر هذا أو الويب انترفيس لفرونت انت هذه مش شغالة انت ممكن لحالك تحط ممكن لحالك انت تحط اميج والامج انت تعملها تست لحالك على هذه بس انك تحول من من هذه من من اميج لتكس الفكرة انه انت تجسم المشروع وتجسم الابليكيشن لمايكرو سيرفيس اكتب من سيرفيس عشان تقدر تعمل 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 منيج لهذا الهذا السيستم فهذا بكون سهل انك انت تعمل تست اجوابها مع اخلر الاقتباط بактерيع الحدل يعني هذه اللي هو ذي تع Lyme Devops and continues integration continuous development او اختصارة للCIài باستخدام الامر حلczين لانه نحن كل جزء نحطه في اتفاقه و retrانجه نعمله إن�를 فش scheduling بشكل منعزل عن باقي السيرفيس الأخرى وبعدين ممكن نعمل إنتيجرات بهاي السيريز كلها مع بعضها برضو هاد الكونتينر ستستخدم في الكلاود انبارمت لأنه احنا محتاجين نعمل بيأة موزعة الكلاود احنا قلنا طبعا هي عبارة عن بيأة موزعة بيأة دينميكية بتتغير بشكل سريع فانت ممكن تزود عدد الكونتينرز تقلل عدد الكونتينرز زي ما بدك حسب الحاجة وحسب اللي هو حسب الظروف الظروف المحيطة بالابليكيشن تمام يعني مثلا احنا بخليك تعمل ويأتي بحاجة الوابليكيشن عنا وابليكيشن يعمل له طبعا احنا ما نتكلم عن هو الوابليكيشن معنى هذه الشغلات أو شغلات النوم نحول الكونتينر أو نحول السيرفر أو نحول نحول الويب سيرفر أو وابليكيشن سيرفر لا كنتينر هذا بتكون بشكل بشكل اوتوماتيكي automated software development for our application ف software development team uses containers to automate their CI CD pipeline كيف يعني مثلا نعمل code إنتيجريشن إنتيجريشن تشير ريبوزيطوري زي GitHub مش عارف إذا أنتم سمعتوا عن حاجة اسمها الGitHub وإلا لا بس الGitHub هذي عبر عن زي منصة إذا فيه Teams أو Teams of developers بيكون مشتركين مع بعض في برنامج معين بعملوا share أو بعمل upload للكود تبعهم تمام بيقدروا شوفوا الupdate أو بيقدروا شوفوا كل واحد كل جروب إيش عمل فكأنهم مشتركين في نفس المنصة تبعت الكود هذي فهذه الشغلة الGitHub بيستخدم containers أصلا بيستخدم containers فبعمل كود إنتيجريشن تستينج في للGitHub في للGitHub في أشياء يعني ممكن الGitHub بيحول الكود هذا بيحول الApplication الApplication اللي أنت بتعمله تعمله كودي بيحوله ل Docker بيحوله ل container زي برنامج زي برنامج مثلا اللي هو jink jink ins jink ins هذا عبارة عن زي Docker application بيحول أو بعمل containers with the last code and runs test inside the container مع آخر تحديث أنت بتعمله بحول لك هذا لإميج بعملها test مباشرة deployment once test pass the containers is automatically deployed to a staging or production environment يعني الفكرة أنه الكونتينر هذا بيستخدم في the use case بيستخدم في DevOps and CICD pipelines إذا في عنا جروب من المبرمجين بيشتغلوا على مشروع معين بيستخدموا منصة الGitHub عشان يحملوا code أو آخر تحديث للكود هم عملوه تمام بحمل آخر تحديث للكود تمام هذي بسموها اللي هي code integration كل واحد بعمل code أو جزء خاص فيه بحمله على هذي الGitHub طبعا هذا الGitHub مشترك أو معمول له integrate مع tools تصنع اللي هي containers image فيه tools كتير مثلا أحد tools هذي Jenkins أو في عنا tools اسمها فيه tools اسمها circle ci أو tools اسمها GitHub actions GitHub actions هذه automatically موجودة مع GitHub بتحول automatically بتحول هذه الapplication تبعكو هذا اللي انتو مشتركين فيه مع بعض بتحول لconteener automatically build a docker container with the latest code في آخر نسخة انتو حدثتوها مع بعض بعدين تعملها test لهاي الconteener بعدين تعمل deployment once tests pass the container automatically deployed to a staging or production environment إذا test نجح أو النتائج عجبت team خلصنا ملوها deployment لهذا المنتج أو هذا الapplication تمام طيب الآن نيجي على اللي هو آخر بتكلم عن resource management in virtualized environment كيف احنا بدنا نعمل resource management in virtualized environment إدارة لبيئة الافتراضية هذي اللي احنا تكلمنا عنها resource management in virtualized environment involves efficiently managing hardware and software إدارة الhardware والسوفتوير resources to optimize performance ensure high availability and maintain system reliability احنا الهدف الرئيسي من إدارة هاي الenvironment أو virtualization أو virtual machines إنو احنا بدنا efficiently نعمل الإدارة للresources بشكل فعال وإنشور الavailability optimize performance يعني إنو إحنا الاستخدام الأمثل للأداء أو نوصل system للأداء الأمثل ensure high availability نتأكد إنو عنده إتاحية عالية and maintain system reliability الموثوقية تبعا system نحافظ عليها عشان نعمل هاي الشغلات أو إدارة إدارة virtual environment تمام تتم من خلال various techniques من خلال أكتر من طريقة ومن خلال أكتر من من خلال أكتر من طريقة في عنا اللي هو عاجة اسمها resource allocation and scheduling اللي هو طريقة تعيين أو resource allocation اللي هو كيف بنحدد إحنا بنختار resource اللي يعمل رن لهذا application إحنا قلنا مثلا في عنا virtual في عنا مثلا أكتر من server في عنا أكتر من server عشان يعمل run لل application أو أكتر من virtual machine يعمل run لل application كيف بنختار إنه أعمل إنت جهاز رقم واحد إنت اللي تعمل هاي task وإنت جهاز رقم اثنين أنت تعمل task الأخرى تمام ما نسموها resource allocation اختيار resources and scheduling والجدولة تمام رح نتكلم عنها load balancing and auto scaling كيف نعمل load balance and auto scaling وآخر شيء fault tolerance and high availability أنه لازم نكون من خلال يعني كنا نتكلم عن طرق الإدارة تبعت virtualized environment كيف نحن ندير resources تبعت virtualized environment ندير ها أول حاجة نحافظ على high availability تبعتها نحافظ على fault tolerance يجب نتجنب الأخطاء نحافظ على load balancing نحافظ على auto scaling نحافظ نحافظ كيف نختار resources التي تعمل الـ application ونعمل scheduling لهذه resources تمام سنتكلم عنها أول شيء سنبدأ load balancing and auto scaling load balancing load عبر عن distribute incoming network traffic across multiple servers or virtual machines في حالتنا لأن نحن عن managing د موسيقى